هنروح بعد كده للأخبار المحلية كده كل خرصة أخبارنا داخل جده النادي الآلي خلينا نروح لأخبارنا المحلية عندنا الخبر الأولاني خمس مصريات تتأهلنا لنصف نهاية كأس العالم للخماس الحديث بالمناسبة عندنا بطول كأس العالم للخماس الحديث بتقام الآن على أرض مصر في ملاعب الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس في الفترة من 22 إلى 27 مارس عندنا خمس مصريات خمس لعبات تأهلنا للدور النهائي مين هم؟ أميرة عنديل ملك إسماعيل سلم عبد المقصود هايد عادل زينة عامر بتمنى كل التوفيق لعبتنا ولعبتنا ليه؟ لأن اللعبة الخماسي من الألعاب اللومبية اللي كان فيها الجندي أحمد الجندي حقالنا مدالية فضية اللي حطتنا في الترتيب هايل في الجدول أحسن ما كنا نجيبها يعني ما كناش جيبنا الفضية كنا نبقى في ترتيب متأخر ولكن الخماسي من الألعاب والاتحادات اللي بيعول عليها اللجنة اللومبية بتعول عليها اللجنة اللومبية المصرية أمال كبيرة في تحقيق مدليات في الدورة الأولمبية القادمة باريس 24 هنروح لخبر اللي بعد كده وهو أحمد الجندي لعب الخماسي الحديث الحقيقة ما قدرش يشارك في بطول الكأس العالم وشرح لنا ليه؟ وفصل ليه سبب غيابه وأحمد الجندي لعب منتخاب نروطن الخماسي الحديث وصاحب فضية وهو دي صورة أحمد الجندي فضية توكيو 2020 قالوا أنه حزين لغيابه عن بطول الكأس العالم من الكبار اللي تلعب في مصر في فترة 22-27 مارس زي ما قلت لحضركم وطبعا غياب بسبب إصابة في كتفه ألف سلام عليك يا جندي وقال الجندي على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه حزين بسبب بداية الموسم الصعبة وأنه كان بيتمنى أنه يكون جزء من البطولة دي ولكن يجب علينا أن نكون أقوياء ونستعد لللي جاي وتمنى الجندي التوفيق لزميله في المنتخب وأنه يقدروا يفعه اسم مصر عالي في البطولة دي أحمد الجندي زي ما قلت لحضركم وصاحب المدينة الفضية ألف سلام عليك يا جندي إن شاء الله ترجع حسن من الأول الإصابة هي الجزء الآخر من الرياضة والجزء اللي اللعيبة ما بتحبوش ولكن هو واقع وإن شاء الله ترجع حسن من الأول بعزمتك بإرادتك بفنياتك بعقليتك هترجع تاني أقوى من الأول هنروح لاتحاد الجودو اللي بيترقصه كابتن مرزوء محمد واللي استطاع أنه يفوز بالنائب الأول للاتحاد العربي للجودو ألف مبروك كابتن مرزوء استطاع أنه يفوز بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي في التخابات اتعاملت امبارح في العاصمة الأردنية عمان كابتن مرزوء فاز بالمنصب بعد منافسة قوية من المرشحين كتير على المنصب ده وجه السعودي حسين محمد المالكي في منصب النائب الثاني كابتن مرزوء قدر يقنع جمالة أمومية بمشروعه اللي بيخطط ليه في الفترة الجاية واللي هيكون هدفه الكبير هو الارتقاء بمستوى اللاعبين العرب في الفترة اللي احنا فيه دي خصوصا أننا قربنا من أولمبيات باريس اللي جاية بأمر الرحمن وقال أنه كان بيسعى لإستطافة مصر لأحداث البطولات لأحداث البطولات أو لبطولات وأحداث كتير على أرض مصر سواء على الصعيد العربي أو الأفريقي أو الدولي كل التوفيق اللي كانت تمرزوه أحد القيادات الشابة في الجودو اللي ما تمنى له كل التوفيق طيب هنروح للخبر اللي بعد كده معانا في حلقتنا عزمي محلبة يتصدر التصنيف العالمي لرماية الإسكيت ألف مليون مبروك عزمي عزمي محلبة لعب لعب منتخبنا الوطني الرماية يتصدر التصنيف العالمي دي التصنيف العالمي ما شاء الله عالم مصر منور في الصدر بعد ما كان حقق ألفين نقطة وجيه في المركز التاني الإيطالي تمارو كاسندرو برصيد ألف سوامائة وخمسين نقطة وجيه من وراءه الفرنسي أريك دلوناي برصيد ألف وخمسمائة نقطة عزمي لسه محقق إنجاز كبير للرماية المصرية بعد فوزه بزهابات بطول كأس العالم والتي تلعبت منذ أيام في أوبروس عزمي محلبة من الرماية المصريين اللي عاملين تاريخ خبيق كبير ولسه عنده مستقبل باهر بإذن الله عزمي كان شارف في تلات أولمبيات لندن 2012 وأيضا رئيو دي جينيرو 2016 وصولا بتوكيو 2020 كل التوفيق العزمي وكل التوفيق لنجمنا وأبطلنا المصريين نطلع لفاصل عشان نستقبل بعد الفاصل بطلتنا بطلة السكواش الأهلاوية اللي استطاعت إنها تفوز من طولة الجمهورية البطولة الأكبر المحلية في هذا السن تحت 11 سنة هكون معنا ريم المغربي وولدها محمود المغربي عشان نتكلم معاهم إزاي وصلوا لهذه البطولة وهذا التصنيف الرائع ولكن بعد الفاصل